السلام عليكم أخواتي إن شاء الله كم تكونوا بخير في الفيديو اليوم إن شاء الله سوف نعطيكم أفضل هاتف تقدروا تشيره هنا في الجزيرة بسوما ما تفوت تلت ملايين وخمسمائة وخمسين الف وهاتف هذا فيه جميع شيئا تقريبا تتمنىها في تليفون باطري مليحة شاشة مليحة معالج لبروستور لابس به كاميرا لابس بها يعني جميع شيئا كان في هذا التليفون مليحة وهذا التليفون جربته شخصيا وهو الجالاكسي أم 30 اس يجب أن يتفرج الموارات تعود المعلومات تكتر على هذا الهاتف سأخذيها لكم في الوصفة هذا الفيديو في الرابط الذي تلقوه المهم كما قلنا الهاتف هذا زطح بثاف السومة أو تلت ملايين وخمسمائة وخمسين الف لناوي يشري تليفون بهذه السومة في هذه الفترة ماذا به يشري خير وخير ومثلا واحد يشري تليفون شهر الجاية أو شيئا كما كان نصحو يزيد يصبر خير كما ستدخل سلعة جديدة كما ستخرج الجالاكسي ام 31 على بلح يجب سومة قريبة لسومة الجالاكسي ام 30 اس يعني لناوي يشري بعد شهر تليفون يشري الجالاكسي ام 31 خير وليس ان هذه الماسك تزيد تخرج هاتف جديدة من عند شاومي كما مثلا الرادمي نوت 9 للرادمي نوت 9 برو هذه سنة على بلحنا يكونوا تليفونات ملاحبا وكما يجي الجديد الجازة ان شاء الله مثلا جالاكسي ام 31 الرادمي نوت 9 المهم هذا الهاتف كامل نحاول نشريه ان شاء الله ندلكم مراجعات ونعود ونرجع للمراجعات بقوة ان شاء الله المهمة وشاهدوا الموضوع نعطيكم الاسباب اللي خلتني نخير هذا الهاتف في الفئة تلك 3550 اللي هو الجالاكسي ام 30 اس اول حاجة تلفت الانتباه في هذا الهاتف اللي هي البطارية فيه بطاري 6000 ميلي امبار وبعد التجربة مع هذا الهاتف لقيتها بطارية كبيرة صح وبالاستعمال الخفيف تلك كانت الدوم لي يومين كاملين استعمال خفيف براك بلا ما نلعب وكما تلعب وتكثر عليها نقطة مليحة في هذا الهاتف الثاني حاجة فيه مليحة هي الشاشة تعود فيه شاشة كبيرة بدقة فول ايش دي بلاس ومنوع السوبر امولاد الثاني شاشة مليحة بزاف ومكشح تلقها فيه خلاف هذا السعب مع هذه المواصفات هنا حاجة خلاف تاني فيه مليحة وهي الكاميرا تعود فيه كاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل كاميرا متواضعة صراحة بعد التجربة لتحدثت عليها في المراجعة للشاملة لنجعلها لكم في الرابط اللي تحت هذا الفيديو وهذه هي اهم النقاط التي تجعليني ننصحكم لكي تشارعوا هذا الهاتف وهذا الهاتف لا نتحدث عنها كبير قناة نتحدث عن تجربة ونتحدث عن نسخة 4 جيجا في الرامو و 64 جيجا في التخزين هذه النسخة التي نصحكم تشارعها بالسومة 3550 الف وبطبيعة الحالة ستجدوها في بعض المحلات تجدوها مثل هذه السومة يعني تجدوا حين تشارعوا وحاولوا بعقلكم حاولوا في المحلات التي تعرفوهم كامل حتى تجدوا سومة هذه اللي اعطيتها لكم المهم خوتي انتمنى تكونوا سفيتوا معنا من هذا الفيديو ما تسلسوا جديروا النجاة من هذا الفيديو اشتركوا في القناة تعنا ما نطلوش هيليكم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله